طب أنا أعرف أن حضرتك اشتغلت مع الموسيقار أحمد خيرت اللي كان بيقدر حاجات في بابا شعره أعتقد ده أنا كنت في سياء أيامها في سنة أولى ابتدائي وكان الأستاذ أحمد خيرت الله يرحمه بيفوت يختار هو كان مفتش بيفوت يختار سبع أطفال من المدرسة علشان كان فيه مهرجان بيتعامل لمدارس الأطفال يعني اللي هو ما الابتدائي ويغنوا هو مش هونه لا ده كان حاجة يعني لا إزاي ده هو كان ملحن حاجات حلوة في قواني التوت نشرب شربات ومش عارفة إيه الحاجات بتاعت لا هو كان يعمل لنا حاجات من المحفوظات اللي موجودة في الكتب بتاعتنا والمثالة يعني أنا فاكري يقولك الفقر لا يحجب بالنهاري بل يختابي في داخل الأعجاري الله 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 بالله جميلة بس مؤثرة في دماغ حادرتك فاكرة هو بقى برضو كان ينقي العيال اللي صوتها اجيبها طب حادرتك كنت اللي صوتهم حلو مام مام من ختم السبعة ما شاء الله تستبعوا ما شاء الله تأخي وبعدين خات حادرتك بقى غنيت في الإزاعة بعد كده في برامج الأطفال ولا إيه لا 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 أنا أول باشتغلت في الإزاعة اشتغلت في الوقت اللي كان فيه مثلا أنا فاكري كويس يعني اللي كان فيه اتنين تلاتة بيقلفوا وهما اللي بيخرجوا كمان مش من الإزاعة من برا الإزاعة من برا الإزاعة فكان لنا واحد عارف يعني العيال الكويسة بتاع بتوع المدارس مدارس وغير المدارس آه فكان فيه يعني الفرقة اللي احنا كانوا دايما نجبنا يعني نمثل فيها آه أنا وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مثلا يا كوباية الشاي كوباية الشاي والله ده حاجة حيوة خالص والله هي دي الأجر ده الأجر أما الأجر بتاعنا هو ده كوباية الشاي إخرى إنما لما دخلنا بقى مع بابا شارو عددتك دخلتك ونت في سنة كان بقى مع بابا شارو ده كبير كنت حددتك كبير يعني مش 90 سنة لا يعني حددت كان عندك ساعتها كم سنة مثلا يعني شباية شاب كبير ولا عددت بقى في حاجات تانية شاب بس أنا صلت ممكن أعمل به زي ما أنا عاوز يعني أعمل طفل أعمى طفل أعمل ولد بيتولد أعمل ولد بيتولد ولد صغيلد يعني مرون أجري كان عند بابا شارو هو كان جنيه بس نحن ما كناش بنسلم جنيه 99 أجر بالزبط بالزبط يعني أنا على الحكومة عليها دلوقتي ليه ده ده في الساعة حضرتك في الساعة إنما كان في العشر دقائق حضرتك بتاخد 33 قرش ده أنا كنت من الناس اللي بياخد بتس تسعين متاع الساعة حضرتك بتشتغل بالساعة بقى بياخد تسع وتسعين قرش غلبان يعني لأ ده بالعكس ده بياخد 33 ده اللي غلبان ما بياخد في العشر دقائق بياخد 33 قرش فإذا قيت مرة بابا شارو جاي في عنده حاجة كوميدي كده بيعملها فإنا روحت البيت وقعدت أكتب له فهو اللي طرم قال لي أنا أنت بتكتب كويس فجبت له حاجة كويسة كده أراها قال لي لا شو بقى أنا عاوزك تعملي حلقات مسلسلة قال لي مرة واحدة كده حلقاتهم يعني فعملت له جوحة وحمارة الله جوحة وحمارة وبعدها عملت تنابلة السلطان الله جميل وبقيت كل أسبوع لازم أكتب له حاجة كل أسبوع فضبت مدة طويلة كده لحد ما بتدى ساعة القلبة كش وحضرتك ما كنتش بتمثل في الوقت ده خالص؟ معاه؟ أه لا يعني تعمل مثلا تملت السلطان تعمل جوحة وحمارة وتعمل الدور ولا بس تكتب؟ لا بكتب وأمثل أه يعني كشكول برضو يعني حضرتك تكتب لا 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 كل حال تكتب وتمثل وتسمع ومكواجه